انا مش هقدر استحمل ان يبقى فيه خيانة مستمرة وفيه كلام مع بنات وانا حاسة ان انت يعني مش مع ما اثر في بيتك وما اثر معيالك ومعك ولدين وحتى الفراغ العاطف اللي عمله لك وما فيش كلام حبه وطلع كل الكلام ده بره وبيجي بس على النوم او العلاقة او الاكل او الشرب لا ده مش عيشة وده مش زواج بص يا بنتي زواج يعني راجل مزقر تمام كده الزقر اللي زكر كلمة زقر في الكرآن في الحاجات بتاعة المواريس وبتاعة المعاملات وبتاعة كذا اما الرجال فامر الدين وامر المعاملات الاخروية وان رجال صدقوا مع هذا الله عليه رجلا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى فيه فيه في معنى للرجولة مسلس الرجولة ده المسلس الجميل انا كنت ناويه يعمله مسدس ليه بقى بسد اضلاع لكن فيه مسلس متفق عليه صدق وامنة ومسئولية صدق يعني يبقى صادق في كلامه معك ده ألف بزواج يا جماعة انك تبقى صادق مع الشيك حياتك ما تبقاش كاذب وامانة ما تخدعش مش كل واحد يروح يخون التاني الامانة مش تخون خيانة فعل فقط خيانة القول خيانة الفعل خيانة المعاملة خيانة العشرة خيانة اخدتها على كلمة الله وامانة الله وكلمة رسول الله وصنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى صدق وامانة والضلع المسئولية بما أنفقه مسئول فضل الله وانت متحمل مسئولية بيتك واحدة بيبقى عندها كده وزوجها مؤثر معها ولا أكده ما بقولش ده مبر منك تعملي غلط ولا هو أصلا حتى لو انت مخسرة مع كياد الأزواج والله أنا لسه مكلمة زوج النهاردة يعني زوج أنا بسميه برينس البرانيس صراحة حد كده الله وشاب من الشباب حديث عهد بزواج سنتين عمر زواجه وبيتكلم لأ إحنا تعرض طب أعمل إيها دكتورة في كذا طب أدعمها زي طب أقول إيه لأ ما أنا برضو نفسيتي بتتعب ما أنا راجل برضو محتاج شاب عم عايز فعلا بيته يقام صح وما يفقدش لشغف الحب ولا شغف كذا أنا عارف إن هي والدة وإنا هي كذا وبتاع وإنا حاضر طب يعني أنتش عطول لأ منوز من قلي فعلا أبقى كده ظالمها آه ما تطلبش منها ده لسه طالعة من نفاس حد بيقدر ما أنت ما تجيش تطلب منها أنت عايز بقى تبقى شهر يرفع عرشك حتى وهي والدة ويابني بالراحة يتزواج مشاركة ومسئولية حقق لي مسلس وإن شاء الله المرة الجاي هقول لكم على المسدس ست حاجات مسلس الرجولة عندك صدق وأمانة ومسئولية لقيت نفسك بقى إن أنت ما أنتش قادرة على حاجة زي كده وما أنتش بحات العيلة ويبقى فيه تهديد حقيقي إنك أنت كده بتخرب البيت أنا مش هستحمل فيه نساء تستحمل تقول لك خلاص بقى وكويس أحنينه على أولاد وأعمل كذا وأنا عايشة للأولاد وفي واحدة تقول لك لا ما دارش ومعظم للنساء والبنات وسمعوني في الفترة دي يا رجال ما بيستحملوش وتقول لك لا خلاص يامي يروح وعياله يلزموه أعمل فيه وهسوه هيلتزم بمصارفه وتروح ما فيش وحدة إما أنت بتخرب بيتك عشان حاجة حرام لزدتها لحظية ولو مليون وحدة ست والله وبقول كلام ده للرجال لو بتخون مراتك مع مليون وحدة وعندك بص لستة كده ما بتتقطعش ليل ونهار خيانة حقيقية ولا خيانة كلامية ولا ويفاء أي أن كان لا تشبع ما فيش إشبع هرموني الإشبع ولا ساعدة ما بيتفرص ما يتفرص العلاقة الحلال فقد وده حكمة من الله سبحانه وتعالى أعمل اللي بقولك عليها ده الله سبحانه وتعالى لك يا رب بصلاح الحلال لهم أمين